مشكرتوا بعض الناس باش يتأكدوا عند الناس انهم دا حاديح بالاسم نذكر بالاسم واحد الشخص راه في فرنسا يخدم لكم دا حدوح بعد ما قلتولو النعض نجي غير عمل غير كسر الاحرار غير سب غير شيطان شيطان فلان شيطان عائلته شيطان خاوته تظنوا بلي هذه الاشياء تأثر فينا بالعكس تزيدنا قوة وقيمة وشرف عند الشعب الجزائري ومهما اضغطوا على دا حاديدكم دا حاديحكم وكلابكم وذبابكم والله ما زادنا إلا شراسة وقوة سنوات وانتم ترغبون فيه تبعثولي في الناس تعروح والله ما توقفوا يا الخاوة من تسعة وتسعين للألفين وطلعش وهم يرسلوا في الناس اطلب ما تريد وزير نعطولك وزير سافير نعطولك سافير واش تحوس وسكتوا علينا برك حسبوا قال الناس تشرا انا ما نشرهاش وقلت هالكم رديت على اللي كانوا تبعثوهم ومن بعد قلت هالكم في العلن وفي 2013 13 لعت في قناة وقلت لكم ما تزجوش ترسلوا لي أي واحد وإلا راني نفضحوا ونفضحكم فتوقفتم وبدتوا تخوفوا قبلها ثاني كنتوا تخوفوا كنتوا تديروا الترغيب والترهيب تظنوني من اللي اللي خوفتوه خلاص يخنس يكنس ولا حتي ولا يخدم معاكم ما تعرفوش طبيعة الأشخاص وطبيعة الرجال ما عرفتوش طبيعة انتعي لا الترغيب استطعتم تشروني بيه ولا الترهيب خوفني في 96 عندما اعتقلت الوالدة وديتوها في كوميساريا وعقبتوها باش تهدر معايا ظنن مني أنا على اساس أنا تهدر من الدار وقاتل ياوليدي من فضلك في 96 رأنتكلم على 26 سنة فاتت رأنتكلم على جون في 96 أكثر من 26 سنة ياوليدي من فضلك ولو كان غير تحبسه وكنت قبل هادرت 3 أو 4 تدخلات في الصحافة ليس أكثر ولو كان غير تحبسه وخير وهذه وما نشعر قلت لها شوفي يا أمي والله لو كان تفعد عندك 70 روح تطلع روح روح والله ماني متوقف وما زلت على نفس القول وكم ضغطتم وكم خوفتم في التسعينات وما بعد التسعينات كل تقريبا من هو قريب مني أو يحمل اسمي خوفتوه لكن قلت هالكم ونعود هالكم والله لو اذبحت أبنائي أمامي أبنائي هنا أمامي أو والدي المراد اللي رأكم ضغطين عليهم بكل الطرق بما فيهم اعتقال شقيق عبد الرحمن اللي راه راه هنا عندكم والله ما فأثرت شيء واحد يسكتني ويقفني وهو أن يقف هذا الجسد على الحركة أن تقف يقف تنفس هذا هو الواحد حرية الشعب الجزائري من ما نفاصلش فيها ما نتفاوضش فيها آخرها بعثتوا لي واحد من سوفهائكم ويقول لي وحنا ونشوفوك وكذا وما نشعارف ولم الشمل وطلقوا لي بعثوك بما فيهم تبونو شنقريحة لما الشمل عندي هو أن يخرجوا ويعلنوا دولة مدنية ماشية عسكرية وما تساوموناش على أحرار اللي راكم راه هام رهائن وما تساوموناش على أسرنا وما تساوموناش بأي شيء الشعب الجزائري حر وسيسترجع حريته شئتم أم أبيتم أما احنا فلا نريد لا دنياكم ولا سلطتكم ولا مالكم ولا أي شيء الحمد لله مأجر فلات وما زلت مأجرها من عند البلدية ويا ربما سأموت فيها وأنا مأجر فلات مأجر شقة ومهما عرضتم وما قلنا لكم لا شيء ما فيش شيء لا قيمة لنا من مفهوم أنكم كنت تعطونا الأرض كلها بما حمت من أموال ما مش راح تشرونا كاين صنف من الناس انتم ما تعرفوش هالصنف كاين انتم ما تعرفوش هالصنف كاين الناس ما تتشرى ما تتباع كاين الناس عندها مبادئ عندها قيم مع أنه عندكم أمثلة كون شفتوهم بعينيكم واحد كما العربي بن مهيدي اللي كان يعذبوا فيه الفرنسيس عرضوا عليه باش يتعامل معهم الأفعلان في قانونها كانت تقول بعد 48 ساعة تستطيع أن تقول أعترف بما لديك المهم صبر 48 ساعة كان يستطيع العربي بن مهيدي أن يسلك راسه من التعذيب نحوله جلده ومات تحت التعذيب علي الأبوانت باش نمد المثالين فقط هما آلاف الأمثلة عرضوا عليه وقالوا له انزل نحاكموك نسجنوك لكن ما تموت شركي لا بقيت الفقرة حين ندمروا البناء كله رفض ورمالهم القفة وانا شافتها في فيلم عبر عن ذلك ورمالهم القنابل داخل القفة كان يمكن يعني الأبوانت كما آخرين كانوا في الباطايدالجي قبلوا العروض على الفرنسية وخرجوا بعد الاستقلال طلقوهم وواحد منهم مات قبل عامين وثلاثة فقط علي الأبوانت وكان ما زال ما بلغش تنضل ثلاثين سنة رفض ذلك رفض ذلك وكان عارف رحوا أنهم رح نفجروا به وعارف إجرام الفرنسيين هذه أمثلة ملينا احنا تشبعنا بها وعشنا بها وقبلهم في تاريخنا تاريخ ملتي ملينار فيه التضحيات وفيه الشهمات وفيه الرجولة وفيه المواقف وفيه المرؤة وفيه الثبات هؤلاء هم الذين يصنعون التاريخ وليس السفهاء وليس الدحاديح حاشة اللي عندكم داخل التعذيب هؤلاء أحرار ورجال تحدث عن الدحاديح اللي راكم تنشوفين بالريموت كونترول اللي راكم واحد شارينو منيش عارف ببي واحد شارينو بقرعة واحد لن تستطيعوا والله لن تستطيعوا كل ما قالوا بن حليمة أم لي عليه وإذا كانت تزور كلمات صحاح تبقى تسعين كلمة مش صحيحة وهي فقط الهدف لتخويف الشعب الجزائري انتم عارفين بالصنف اللي مثلي وأنا هنا إذا نتحدث عن نفسي لأن هذه التعب نحليمة وحتى غيرها مركزة علية أساسا لكن ما أنا إلا قطرة في بحر الحراك ما أنا إلا قطرة في بحر الحراك هذا بحر هائج تع شعب جزائري ولكنه في نفس الوقت ثابت على ما طالبه لا تحدوح تخرجوا هنا ولا لهيه أما إخوانا اللي رام عندكم فهؤلاء إخوانا وهم على راسنا أما الكلاب الظالة اللي راهي برع فهؤلاء نحن عنا نعرف أنهم عملاء ومرتزقة وخبثاء وهو حتى في هذه التعب نحليمة خرج اسم انتع واحد مجرم شراه وتلعب وبيهرة في فرنسا وهذا المجرم اللي معروف هنا نفس الكلام اللي يقولوا فيها الزوج عاودوا بن حليمة حتى أفلام تديروا فيها ما تعرفوش كيفاش تديروها الشي العجيب فقط لما قال